خلاص كلها كم يوم كده هنستقبل سنة دراسية جديدة سنة دراسية طبعا أكيد كل الناس بدأت تخطط لها مناهج بقى طبعا تم تطوير هذا بالنسبة لي المؤسسات التعليمية والوزارة تعديلات جذرية في المناهج وإجراءات وقرارات هدفها طبعا هو تخفيف العبق على أولياء الأمور ومن أهم القرارات اللي خرجت فيه عملية التطوير الأخيرة هو قرار مجموعات التأوية واللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بأسعار مخفضة للطلبة والطالبات في كل المراحل التعليمية خلينا نعرف تفاصيل أكتر بينضم لنا في الستوديو صباح خير يا مصر الدكتور محمد خليل أستاذ بكلية الأداء بجامعة القاهرة والاستشاري التعليمي يا دكتور منوارنا أهلا وسهلا صباح خير صباح خير يا دكتور دكتور المجموعات التقوية المدعومة أو اللي بتتقدم دعم التعليمي وفي نفس الوقت بتكون بأسعار مخفضة رأي حضرتك والله هو يمكن لازم نبصر الموضوع من أكتر من زاوية يعني احنا لازم نفهم أن المبادرة ديت معمولة عشان برضو نحسن وضع المدرسين طبعا بالنيابة عن كل المدرسين احنا بنصبح على كل زمائل المدرسين ولهم كل صنطيبين والمدرسين لازم يخدوا حقهم من باب من الاحترام والتبجيل إعلاميا واجتماعيا وماديا على أساس أن احنا هم دولة اللي بيطلعوا كل الوظائف يا فندم كلنا في أماكننا بفضل المدرسين كل واحد فينا في مكانه أي أن كان بيشتغل إيه بفضل المدرسين ربني يا كرم حضرتك يا رب فأنا أقول حالك من باب احترام وتبجيل المدرس دوت فمجميع التقوية فيها بعض المزايا وهي منها مثلا على سبيل المنسال أنا وقت بكلمة جهة نظر المدرس إن أنا كمدرس هروح المجموعة لو ساعتين عدد الطلاب 25 طالب أقصى عدد وبمية جنيه الساعة وليه الأمر بيتفحها فأنا على طول ممكن أنا كمدرس أخذ من 50 إلى 70 جنيه الساعة وقبض مباشرة بعد الحصة يعني أنا لو بعمل مجموعة تقوية يوميا فأنا بالضبط كده بعمل زي البارلل أو بالشكل بالتوازي كده زي الدروس يعني إن أنا وانا مروح معايا فلوسي وبقبض مباشرة والحل ده حل كويس جدا جدا لتحسين ظروف المدرس طبعا من وجهة نظر وليه الأمر وليه الأمر يجب مبسوط إنه هو في مجموعة تقوية بعدد أقل طبعا ده ضد السنترز أو الأماكن المراكز الدروس اللي ممكن العدد فيها يوصل لمية لتلتمية طالب في المجموعة فاحنا عندنا هنا خمسة أو عشرين طالب ممكن مجموعة تقوية في بعض الأحيان في بعض السنات تبقى متين جنيه الساعة هنا ميت جنيه ولكن وليه الأمر برضو هيقول هو الموضوع ساعتين في الأسبوع فهل ده ممكن يبقى فيه عبء كمان على وليه الأمر فهنا الوزارة بتقول على حسب برضو المستقل الاجتماعي فيه المحافظة أو فيه المنطقة منطقة بشكل عام ممكن ينزل شوية بالسعر السعر ونفس الوقت لو العدد أقل من خمسة أو عشرين يعني عدد مثلا عشر ثمان طلاب ممكن السعر يزيد شوية وتبقى مجموعة تقوية مميزة ولكن الفكرة الهامة للغاية الهدف الرئيسي إن أنا أدي عملية تعليمية فيها متابعة مع الطالب خاصة في ثقافة ما إناش نقدر نستبعد الدروس عن التعليم خاصة في كثير من محافظات مصر إحنا لازم نكون واقعين مع نفسنا والقرار ده واقعي والفكرة كلها إن أنا بدل ما حارب الدروس فأنا بشوف حل موازي أرخص وأحسن أكثر كفاءة واحتراما لموقف لظروف المدرس بديله حسابه على الطول مباشرة مش بعدها فترة طويلة تمام ده جميل جدا طيب دكتور إيه اللي هيختلف يعني نفس المدرس وفي نفس الفصل وفي نفس المدرسة ونفس الطالب ما هو كان بيحضر دلوقتي وليكن درس لغة عربية يعني حصة لغة عربية في المدرسة خلص وعايز ياخد مجموعة التقوية لغة عربية هتكون في الفصل بعد انتهاء طبعا اليوم الدراسي إيه اللي ممكن يختلف بصح لك العملية التعليمية عبارة عن حاجتين input output معلومة دخلة وتدريب طالع فإحنا عندنا في بعض الأحيان في الحصة الصباحية المدرس عايز يخلص الجدول الدراسي بتاعه المهام التعليمية المخرجات التعليمية او learning outcomes ايه يا المفروض اخلصه النهاردة ولكن الطالب في بعض الأحيان لازم يرجع البيت يعمل مزيد من التدريبات والتطبيقات فده مفروض يحصل تحت إشراف ولي الأمر اللي مشغول جدا جدا أو ما عندوش فكرة عن هذا التخصص كتير جدا من أولي أمور مثلا ما بيحبوش المعث أو الرياضيات أو الحساب أو ما لهمش في اللغة العربية مثلا يعني هو احنا صحاب اللغة بس احنا ما عندنا ناس تفاصيل قواعد اللغة العربية فعلى هذا الأساس أنا كولية أمر مش عارفة تابع مع ابني ومحتاج مزيد من التدريبات مع الولد هبطلوا منه يروح مجموعة تقوية وتقوية المعلومة وإحنا ليه فجأة بنقر فكرة أن ولي الأمر مسؤول بالتوازي مع المدرسة الفكرة دي جاية 8 دقائق الفكرة دي جاية دي احنا اتطرينا ممتاز ولكن احنا مش يعني حقيقة الأمر وبالورقة والقلم كده الولاد بتروح المدرسة عشان تتعلم في المدرسة بترجع هي المسؤولة وده اللي يمكن قائمة عليه المناهج الجديدة إن الولاد يبقوا عارفين يعملوا سيرش إنهم يبقوا عارفين يعملوا حاجات تبقى قائمة وإحنا بس يعني نقدر ندي هند ولكن فكرة إن أنا الصبح في شغلي وأرجع أبتدي من أول وجديد تاني أعتقد مش أنا يعني أنا المتفضل جدا معك وليه أمر لو حدريك سألت أولياء الأمور اللي عاشوا في دول غربية أو أمريكا فالتعليم الغربي معتمد عليه إن الولد بيخلص الدرس بتاعه بواجباته بتطبيقاته في المدرسة وبعد المدرسة هي فترة وأنشطة واجتماعيات وليه أبوص حياتي والدول العظمى في التعليم زي فنلندا ما أثارين اليوم حتى ما عندهمش تمارين ملتزمين بيها زينا بالشكل الحرفي للأم الغالبانة اللي عملت تسلم شنطة المدرسة تسلم شنطة التمارين بتنين لج بوكس وتزي تلف على التمارين السؤال ده متشاعب جدا منه جزء إن إحنا كثقافة وليه الأمر أوفر بروتكتيف وبيخبار منولاده بزيادة اتنين وليه الأمر رابط نجاح الولد بدرجاته فعايز تطمن إنه هو بيجيب الدرجات النهائية وده بنسميه إحنا يعني كان سكور أوريانتد إجزام أوريانتد تقول يتفكيره في الامتحان الولد نجح فإحنا كثقافة بنتوارسها النجاح في الشهادة الشهادة يعني درجات الدرجات معناها إن أنا لازم أتابع من إبني مش هادي وصلت التقييم الدرجات والله يا حضرتك دلوقتي إحنا أصبحنا في وقع بيقول إن التعليم أصبح أكثر مرونة وإن أنا حتى لولادنا في سنوية عامة لأقبل الله دخلت تخصص وبعد ما تتخرج لقيت نفسك التخصص كويس بس أنت عايز تغيره الكارير شفت بقى سعيد جدا تغيير المصار كله بشهادات إضافية ده عايز له حلقة تانية ده ممكن تعمل شهادات إضافية كورسات إضافية ديلمات إضافية واتغير المجال كله الموضوع بقاش زي زمان بشهادتك أنت لازم تشتغل وما اشتغلتش أنت حتعاني الموضوع بقى أسهل بكتير وده لي بيخلي أولياء الأمور لازم يكونوا أكتر هدوءا وأقل ضغطا على الطلاب دكتور يعني يمكن مش موصل أنا فكرتي كويس خليني أعيد سياغة السؤال ولي الأمر يبقى مستقل إحنا منتكلم في نقطة إن إحنا مش منتكلم بقى على الدرجة وإن إحنا داخلين السباء والتفاصيل دي منتكلم إن ولي الأمر إزاي يقدر يبقى عارف يقيس درجة الاستيعاب هو كل هدفه مش مش الدرجات قوي يمكن في ناس من أولياء الأمور تكون كده لكن هدفهم إنهم يبقوا واثقين إن الولاد استفادوا أو استوعبوا وبما إن وده شيء مهم بالنسبة له لأنه لو ما كانش مهم ما كانش تدرس له يعني ده عظيم جيد وخصوصاً إحنا بتدينا نشيل حشو كتير فاللي موجود دلوقتي ده مهم إنه عشان كده فيه شهادات تقييم بتروح لوالي الأمر ولي الأمر كل شهر بيجلو شهادات تقييم فوالي الأمر بالدرجات بالضبط كده ويبقى فيه شهادة هل فيه تعليقات هل فيه حاجة معينة عشان كده هوت إحنا أصبح نسبة كبيرة من المجموع للطالب تقييم للمدرس على سلوكياته داخل الفصل على أكتيفتز على نشاطه داخل الفصل فده حيخلي الطالب مفروض مفروض أكثر التزاماً بالحضور أكثر التزاماً بشكل للسلوك بشكل عام ونرجع لسؤال حضرتك هل ممكن يستقل بقى الطالب وليه الأمر يتطمن وليه الأمر الغالبان اللي راجع من الشهر اللي عايز تطمن ابنه كويس وخلاص أيوة ده ممكن يحصل ولكن ده معناه أنه لازم يكون في عملية التواصل من المدرسة لوليه الأمر من خلال سوفتوير من خلال مثلا على سبيل المثال جروبات واتساب أد من أولي يعني معنا صحة الإدارة المدرسة بتبعت كل أسبوع تقرير فوليه الأمر بيفتح يشوف التقرير بيشوف التعليقات رسائل ليهم والمنصات اللي موجودة الإلكترونية الحديثة وما الليه دلوقتي أصبح في مدارس أونلاين وبتبعت رسائل عشان وليه الأمر أصبح مرتاح في الحاجات الأونلاين إن أنا قاعد في شغلي بيجي لرسائل ابنك تغيب النهاردة حصل كذا حصل موقف ده بيخليني أتابع من غير ما أنا أرجع بعد يوم عمل شاك أعدى ذاكرة ياريت نعمل المنظومة دي وياريت أحسن كمان إن الطالب يخلص كل حاجته ويرجع بيته وبعد كده ثلاثة أربعة العصر انتهى اليوم يعني أنا صح عنده وقت للرياضة للأكتيبتز للأنشطة أو الزكاء الاجتماعي والخروج وإحنا الموضوع من النجاح مش بس شهادات في زكوات أخرى محتاجين نعدها عشان ابننا يقدر يشتغل طيب نرجع تاني المجموعات التقوية هل حضرتك شايف إنه من المفترض إنه يكون عارفين إنه كل مدرس ليه أسلوبه في الشرح وليه طريقته وليكن فصل ثلثة أول والمدرس بيدي لغة عربية وبعد ما بيخلص هيدي حصة المجموعة التقوية لغة عربية لمجموعة من نفس الفصل هل القرار بيدي إمكانية التنوع مش نفس المدرس هو يدي يدي لنفس الطلب بحس إنه يكون فيه تنوع في طريقة القاء المعلومة وبالتالي يكون فيه تفاعل مختلف عشان ما حسش برضو أنا عايز بس إيه حاجة نشجع بيها الطلب على إنه هم رايحين ياخدوا مجموعة التقوية عشان نبعد تماما عن الدروس الخصية والسنترز وكلام الإدارة التعليمية كده كده من حقها وفقا للقرار إنه هم يخضوا حتى مدرسين من خارج المدرسة لإعطاء مجموعة التقوية داخل المدرسة عندهم يعني أنا عندي مدرسة جنبي معروف فيها مدرس أكتر عنده قدرة على الأنشطة مع طلبة ممكن أجيب بس من الكادر الحكومي طبعا طبعا وفي نفس الوقت إحنا عندنا يعني في مدرسين بعينهم طبعا في كل مده بيقوموا محبوبين عند الطلبة جدا فهم أولياء الأمور بيخضوا الإدارة التعليمية وبيقولوا لهم حاضر فإحنا بنبدأ ننظم وننظم المجموعة التقوية دي فطبعا ممكن يبقى فيه مدرس في الصباح لكن المدرس اللي بيديني التدريبات هو الطريقة الأكتر تشويقا في مجموعة التقوية وهو دي فكرة مجموعة التقوية احنا بنحاول بشكل مرن وبشكل قانوني وبشكل يراعي الظروف الاقتصادية إن احنا ندي جرعة تعليمية قوية مع تطبيقات مع تدريبات أكتر واقعية مع الحياة وتواصل كمان ما بين أولياء الأمور والمدرس أو المدرسة خلينا نقول إدارة المدرسة عشان لو المدرس أسلوبه في الشرح مش مناسب أوي أو عندنا بعض التعليقات أو التحفظات على حاجة يكون فيه تواصل مستمر ما بين إدارة المدرسة والإيران ومن خلال حضرتك طبعا مهم جدا رسالة لإدارة تعليمية والمدرسين بتطوير نفسهم لازم مدرس يطور نفسه عشان مجموعة التقوية دي في الآخر لو أنت بتطور نفسك حتى الطلبة بيتطبوك فإنت بتزود دخلك بشكل عام أنت كمدرس التطول المهني مش رفاهية ده أصبح شيء إجباري في عصر الصرع وعصر الزكاء الصناعي ولما تورناش نفسنا حتلاقي روبوت داخل مكاننا بيشرح مكاننا أكيد طيب بعد ما دخلنا مجموعات التقوية يمكن العدد بتاع المجموعة ده نسبي من مكان لمكان وقد يكون من مدرسة لمدرسة وقد يكون من مستوى اجتماعي لمستوى اجتماعي مختلف ومش بنتكلم هنا في مديات احنا بنتكلم في شكل التعليم البعض بيتلقاه في مدارس مختلفة عن بعض لأن احنا عارفين أنه عندنا أشكال مختلفة يعني وأشكال مدارس مختلفة قد يكون عدد 25 ده عدد كبير جدا بالنسبة لبعض المدارس وقد يكون عدد قليل جدا بالنسبة للمدارس الأخرى قد يكون الميت جنيدة رقم كبير جدا بالنسبة للمدارس وقد يكون رقم زهيد جدا بالنسبة للمدارس أخرى الوزارة تزبطها ازاي ولا ده بيرجع لتقييم المدرسة وهل ينفع أن ولد يحضر مجموعة تقوية في مدرسة وغير مقايد فيها؟ يعني هو عايز يروح للمدرس الفلاني الطالب لازم يحتر في المدرسة ومقايد فيها ولكن النقطة الأهم أننا عندنا دلوقتي نسبة للإعداد الإعداد دلوقتي لما نقول 25 طالب طبعا حضرتك لازم نعرف أن في حاجة اسمها إدارة الفصول وديت في أصل مهام المدرس أنا لازم أتحكم في الفصل بتاعي ودلوقتي الفصول الحديثة كلها لأينا سنتد يعني متمركزة حوالينا للطالب مش أنا اللي أعد أشرح وقاعد على الكرسي والتاني بيكتبوا وراءه حتى الجيل الجديد مش هيستحمل الكلام ده رد أنا عن سؤال حضرتك لو أنا عندي الوقتي أنا كإدارة مدرسية شايف أن 25 طالب الطالب مش مستفدين ممكن يقللوا يقللوا ولكن لو العدد وصل لعشر أو أقل من ده فده هيزود السعر شوية صحيح لأن المدرس مستني مقابل بالضبط كده والمدرس عايز وهو مروح يكون أخذ مستحقاته بالشكل دوت إحنا بنتكلم في عدد مناسب من ناحية إدارة التعليمية بشكل يرضي أولا الأمور والمدرس في نفس الوقت حكاية إدارة الفصل دي لا دي طبعا شغل المدرس بالتعاون مع الإدارة المدرسية وبعدين هو فصول التقوية فكرة أقوّل معلومة أو أننا نعمل إندوسمنت أن أنا أأكد عن معلومة نفسها عند الطالب دي من خلال الأنشطة فأنا لو عند الطالب قاعد طول وقت قاعد يحل وبقول له الأجابات بتاعته ونقشه فأناك قرتي بقى هو قرتي الطالب مجهول حتى لو العددك 25 و25 حضرتك مقارنة بالأعداد اللي موجودة في أماكن تانية أقل شيء 100 ل300 لا يقارن يعني مفيش شفايا لكن أهم شيء بقى في الآخر إحنا نتكلم المية ل300 ده إحنا نتكلم على السنترز لا إحنا نتكلم على السنترز مش على فصول تعليمية لأنه هذا العدد ما بقاش لا ما شاء الله فصول التقوية بدأ بقى عدد قليلة وبتحترم الحكاية دي ولكن إحنا برضو مع أي قرار جديد لازم نعرف أنه بعد كده قد يتم تعديله الإضافة لي لكن بشكل عام القرار نيته كويسة جدا قرار ممتاز جدا لأولياء الأمور والمدارسين بس إحنا محتاجين بقى المدارس تتزود بأدوات أكتر تعليمية وشائل تعليمية أحسن ولو شفنا إن السعر دوت في بعض المحافظات هيبقى مرتفع ممكن بعد كده الوزارة تعيد النظر في المبلغ نفسه صحيح ولازم يكون مارين زي ما حضرتك قلت كمان ونبص في كل الجوانب لو شايفين مثلا إنه بعد انتهاء اليوم الدراسي الولاد تعبنين ومرهقين وصحيين بدري محتاجين حتى يروحوا يناموا شوية يتغدوا ويرجعوا تاني لو هم قريبين من المدرسة ممكن نعمل كده على فكرة هي فكرة موجودة من أي من أنا ونطلب يعني من كم عنا من 30 إلى 25 سنة لكن هي الفكرة في الثقافة وأنك تكون فاهم أن دي حاجة في مصلحتك أنت في الأول وفي الآخر وربني وفق أولادنا يا رب وطبعا حاجة كويسة جدا عشان بقى نقفل موضوع السنترز والحاجات دي أهم حاجة تعاوم بين أولياء الأمور والطلبة وميعودش يمشي وراء أسامي ناس صح نمشي وراء مصلحتك نجرب نجرب ونشوف إن شاء الله بإذن الله كل شكرا لك دكتور محمد خليل أستاذ بكلية الأداب جامعة القاهرة والاستشاري التعليمي شكرا لوجودك معا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة